مهلي برضو فكرة وده أنا عايز أسأحرك عليه لأنه أي رئيس حكومة المفروض يبقى عنده إدارة توقعات للناس عندهم عندهم لازم لازم فيه يعني إحنا توقعاتنا بتعلى أو ممكن يطلع التصريح يخلينا توقعاتي كمواطن تبقى عالية في السماء لكن ده مش على أرض الواقع ممكن طبعا هل ده جزء من شغل الحكومة أنها تدير توقعات الناس أنها ما تسمنيش أحلام أوي أنا أحدي لك مساهل عصر الرئيس الراحل عبد الناصر وعصر كاريزمة وعصر قوي والبلد ممسوكة بيد من حديد كان يوظف أجهزة الأمن لخدمة الديمقراطية حسن أبو باشا عليها رحمة الله لا أشمع عليك سيئة الجملة دي فيها تنقض شديد يعني يوظف أجهزة الأمن لخدمة الديمقراطية أقول لك بدأ لديمقراطية ما عندهش برامانات صريحة ولا حد بيقدر يتكلم فبيعمل حاجة تانية خالب بيكلف مفتش مباحث أمن الدولة في كل محافظة أن يستمع إلى فئات الشابة المختلفة في تقارير مكتوبة وكان ينادونه فكلية اقصاده علومة الاستاسية هاتوا عليه الدين لله هاتوا مصطفل فيه هاتوا مغلس أطبا أنا أتكلم عن حقائق خلاص ونروح في الدوق هناك وناق حسن مباشا هذا كان رجل سياسي محنك كبير وكان دارس جامعي فكان يقول يعني إيه رأيكم خد حرب اليمن خراب لمصر الشعب يتحدث عن القتل الذين يأتون فيه الأكفان الخسايا فيه رصيد مصر من العملة الصعبة والداء كلام يقول لك كل اللي أنت عايزه كان روح يحب يحس بالراحة وتحس بالأهمية خلاص بالأهمية كانوا يعملوا حاجة زي هذا شوف إلى هذا الحد لأنه يريدوا أن يقيم توقعاته للقرار الذي سوف يتخذه على أضوه ما يقال بيقال حتى ساعات أنه كان محب يرفع الأسعار يخليها يوم الخميس الأول في كل نشاء أهم كل سوء شوف إحنا بلد عندها تخليط فرعونية الوزير وزير ورئيس الوزارة رئيس وزارة دولة الرئيس إحنا رجعنا للتعبير حتى الملكي بتاع دولة الرئيس لا بأس إنما هو القادر على أن يخود الخطاع الذي يعمل فيه إلى الأفضل وعندنا من أمسك كثيرة جدا الوزارات كانت متهالكة ومتهاوية ثم صعدت يعني رئيس الوزراء ما تغيرش والوزراء يتغيروا فالأدايا يختلف؟ بالتأكيد بالتأكيد ده أنت لو غيرتش المدرس وغيرت تطعر التلامزة نفسها النتيجة هتتغير ده أنت ما يفعلش تغير التطلبة أنت لازم تغير المدرس بس يعني لا أولا تغيير التلاميس هيعمل حوافظ شديدة جدا هتشوف نوعية مختلفة خذ بالك العنصر البشري مهم جدا في تقييم الناس يعني أنا كمواطن أتصور أن هناك مع كامل الاحترام والتقدير للإسم والشخص أتصور أن هناك دكتور مصطفى مدبولي جديد غير دكتور مصطفى مدبولي القديم بسبب تغيير الوزراء مرحلة تغيرت التكلفة التكلفات اللي بتجيله من رئيس الجمهورية متباينة غير زمان عنده إحساس بأنه فصل جديد يستطيع فيه أن يتلافى أخطاء الماضي أقول أيها غلطي ده لأنه ما قلت الوزير ده قبل كده في وزارة الصناعة كذا وكذا وكذا وأننا لم نفع كذا وكذا وكذا وهل تجربة الإئتيان بوزراء من البرلمان ناجحها وقابلة لاستمرار أو لا زمان برضو هل تجربة بوزراء رجال الأعمال ناجحها أو لا فيه أسئلة كثيرة جدا تصار حول الترند العام للتشكيل الجديد دلوقتي فيه تساؤل هل اختيار الوزراء من البرلمان زي دول كثيرة جدا هل مجدي ولا ليس بالضرورة أن مجلس النواب أو مجلس الشيوك يملكوا الطاقات المتميزة سؤال زي ما كان زي بكذا بتسهل بتقول حكومة رجال الأعمال وأحققت نجاح ياما أحمد نظيف شيئا أو لم نشر أيها بس ما ساعتها كان الانتقاد الأساسي لها أنها حققت نجاح اقتصادي على الورق لكن ده ما نعكسش اجتماعيا على حالة الناس خضية توزيع في خضية أنت بتعمل السرور القومية وخضية أنت بتوزع أنا النهاردة في مرحلة الفساء بيجي في توزيع السرور القومية أنا التي في مرحلة أهم حاجة فيها إيه في تأدير حضرتك تحقيق الأرقام ولا تحقيق إحساس الناس بالتحسن والتغيير ده الاتنين معا هم مرتبطين إذا حسنت الأداء وعملت وفرة من السلع والخدمات تغطي احتياجات الناس حيؤدي بالضرورة إلى زوال قدر من القلق والضيق إحنا النهاردة في لحظة عندنا أزمات سياسية دولية غير مسبوقة وفي لحظة عندنا ما إحنا اقتصادية اللي أنا عرفه واللي سمعتم من الناس إنها تكررت قبل كده يعني إحنا شفنا النوعية دي من الأزمات الاقتصادية قبل كده ممكن يبقى إحنا ذكرتنا ضعيفة بس هي حصلت قبل كده على مرة للسنين يعني إيه المطلوب في حكومة بتتعامل مع أزمة اقتصادية وبتشتغل وسط أزمة سياسية دولية إنها تضع أولويات واضحة تحدد ما يمكن تأثيره سياسيا على الحياة الاقتصادية يعني أنا علي أن أنا أتعامل مع قوة معينة إقليمية في المنطقة علي أن أنا أغير في سياسة الغاز وتوزيعه واستراده وتصديره أغير البترول المين إيشوز الخضايا الرئيسية الكبيرة لازم تحسمها مع نفسها في الأول ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تلبية الحاجات وفقا لما هو متاح وعيز أقولك إن مصرحة الناس أهم شيء وإذا اقتنع الناس بأن ما يحدث هو لصالح المصريين وأن شفة الفساد ليست موجودة أو تراجعت فسوف يكون هذا في صالح ما يحدث بالتأكيد المصري وعي بيسابدأ عينيه كده ويبص يشوف بسكوب واضح جداً أن ما يجري ليس لصالح فئة أو مجموعة إنما هو لصالح الشعب المصري في النهاية لو حركت مع رئيس الوزراء المكلف المستمر دكتور مصفى مدبولي تقوله إيه اللي يغير فيه دلوقتي عشان يغير انطباع الناس عنه وعن حكومته القادمة أنا أتحدث أكثر إلى الناس أنا شفت له كذا حديث بيتكلم كويس حتى في الصحافة الجنبية والانترفيوهات هم انترفيوهون بالعدد أه ما عنيش بس شفت له كذا حاجة مرة في احتفال ندوة أكتوبر يعني مذاكر أرخام وحافظ ومكتهد ودارس لا بأس إنه يقوم بهذا الدور بشكل مقبول إنما هناك خضية أخرى لابد من مراعتها وهي رد فعل الناس أحياناً على فكرة ممكن تضحي بشخصية ناجحة ولكنها مكروهة لأنه الناس ما بتستمرش كويس بغض النظر أنا لا أيه أقولك ده بتاع الضغوط أه اللي هو وزير التموين عنده مشكلة الموجود الحالي أنا رأي إنه من أكفى الوزراء أنا عارفه شخصياً جداً وعرضوا عليه في فرنسا إنه يقعد هناك بعد ما خلص دراسة عارم سلحي لكن أبا وجاء إلى بلاده ليخدم معناها بترتفع الأسعار وتم تتاهمه زي ما كان عندنا زمان كل أخر ما يوعد تشينه زين الناء يا فندم طيب